بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحلة للسعادة طالعين معاكم رحلة وطالع هوا جايبين شنطة الرحلة وطالعين بالأدوات بتاعتنا وعلى فكرة الأدوات دي كلها لها علاقة برحلة النهاردة وحلقة النهاردة هنقولكوا عليها واحدة واحدة بس نبتدي الأول النهاردة الموضوع اللي بنتكلم فيه أول مجموعة ابدأ بداية صحيحة البدايات ابتدناها مع شروق الشمس لون البرتقاني لون إشراق الشمس ابدأ بداية صحيحة أول حلقة مع الله تيجي نبدأ بداية صحيحة مع الله أبدأ معاكم في حلقة النهاردة في أول مجموعة وأقول لكم عايزت عايز سعيد عايزت نبسط قوي في الدنيا تيجي نبدأ مع الله بداية صحيحة إزاي عشان أقول لكم ده هحكيلكوا حكاية وحكيلكوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلا نبدأ الحكاية نبدأ القصة القصة لها علاقة بموضوع النهاردة عيش لله لوحده خلي حياتك كلها لربنا صاحب القصة فنان مشهور هو طلب مني أن أنا ما أذكرش اسمه هو بيقول وانا عندي 16 سنة كان كل حلمي في الحياة أن السعادة عبارة عن حاجتين لو معاك تبقى سعيد الشهرة والفلوس بيقول كان مسيطر الحلم إمتى أبقى سعيد لما جيبي الاتنين واشتغلت على نفسي دخل الإزاعة بقى مشهور جدا في الإزاعة كل الناس بتستنى برامجه الصبح وتحب تسمع صوته كل يوم وهو بيتكلم بدأ يتعرف لكن لسه مستعيد فقال عشان أنا مش مشهور كفاية لسه ما اشتهرتش قوي الناس ما شافتنيش فقرر لازم أدخل التليفزيون وبدأ بيعمل برامج توك شوف التليفزيون وبدأ اتبرامجه على كل لسان وصورته في كل حتة وكل الناس عرفاه وبقى فعلا مشهور جدا لكن لسه مستعيد بيقول كنت بحس بديء في قلبي في حاجة نقصة في حاجة تعباني ما بعرفش نام بالليل خلي بالك رماء ده دليل ما بعرفش نام بالليل عشان أنا نام لازم أفزي المجهود كبير لو انت كده تبقى مسعيد هو بيحكي وبيقول فضلت كده كتير وبعدين قلت النفسي أيوة لأن أنا بقيت مشهور بس لسه معيش فلوس كتيرة لو بقى معايا الشهرة والفلوس أكيد حبقى سعيد فهو بيقول بعد ما الشهرة بقت موجودة قلت ازاي يبقى معايا فلوس كتير قلت اروح السينما أمثل بدأ يمثل هو معروف ومشهور بعد شوية خد أدوار بطولة بقى مشهور جدا 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 الفلوس جات بقى فيه أصر وبقى فيه حمام سباحة وبقى فيه عربيات وجات الشهرة والفلوس وبيقول وازددت تعاسى لكن ليه زددت تعاسى خلي بالك لأن دي مفتاح الحلقة بقى اللي اتنين بيشدوني كل واحدة منهم لها متطلبات حسيت إن أنا زي البدلة اللي أنا نبسها عمالة تشد من ناحيتين وبتتقطع كأن قلبي اللي بيتقطع الشهرة عايزاني في حتة والفلوس عايزاني في حتة قلت آه مهولسة طبعا ما أنا اللي مزاكي شهرة وفلوس ناقصها أهم حاجة ستات فقرر إن لازم يبقى لي علاقات نسائية كتيرة جدا عشان يبقى سعيد وبدأت علاقته تكتر 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 وازدادت التعاسى لأن بدل ما كان اتنين بيشدوا بقى فيه ثلاث حاجات بتشد الشهرة ولها متطلباتها والفلوس ولها متطلباتها والنساء ولها متطلباتها والشد بيزيد قال آه مهولسة ناقص حاجة ربع العلاقات الاجتماعية لازم يبقى عندي علاقات قوية جدا ومظاهر وحفلات وصهر وغنى وعملها وازدادت التعاسى لأن بقى فيه أربعة بيشدوا بيحكي بيقول في يوم من الأيام صحفي عمل معي حوار قال لي الفنان فلان الفلاني أكيد انت من أسعد الناس فرد عليه قال له الحقيقة لا سعيد كلمة مكونة من أربع حروف سين وعين ويه ودال أنا معايا تلاتة سين وعين ويه أنا بسعى سعي لكن الدال لسه مجدش أوعدك لما جيب الدال هقول لك قال له ليه مستعيد قال له علشان فيه ميت حاجة بتشدني ميت حاجة بتتنازعني بيحكي بيقول بعد ما خلصت الحكاية دي ليه يا ابن عم راجل متدين بس بعقب كده راجل متدين متفتح اتصل بي قال لي عايزة قابلك روحت قابلته قمي طلع وراء وقلم قال لي كتب لي الحاجات اللي بتشدك ايه الحاجات اللي بتنازعك قال له الفلوس والمظاهر والعيلة وقيمي أنا عندي شوية قيم وأخلاق والشهرة والستات وقال له أقول لك ان فيه آية في القرآن بتتكلم عليك بالزبط قال له آية علي أنا قال له آية بالزبط قال له ايه قال له اسمعي الآية دي ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون واحد له عشر مديرين كل واحد بياخده في حتة عشر حاجات بتشده رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل لواحد ملك واحد بس هل يستوياني مثلا قال له يا فلان خلي حياتك لربنا الوحده تعيش سعيد عنوان حلقة النهاردة اجعل حياتك لله رب عليه وقال له بس أنا مش مستعد أسيب كل فلوسي وحكتي عشان أروح لربنا الوحدي قال له لا خدها معاك وروح له انجح أكتر وخد فلوس أكتر ويلبس أحلى بس بنية لله بنية انك تحبب الناس في الله انك تقدم عمل يهدي الناس بنية الإصلاح بنية الخير بنية إسعاد الآخرين نية زي نيتنا في البرنامج اعمل حاجة زي كده بيقول فتحت مرة المصحف لقيت الآية بتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريكة له اسمع الآية تاني قل إن صلاتي بس مش الصلاة وبس اللي فيها إخلاص لله مش هتخلص لله مش هتجعل حياتك لله في الصلاة وبس ونسكي طريقتي في الحياة لبسي كل ما أملك ومحيايا ومماتي كلها لله رب العالمين لا شريكة له أنا كل لله وحده وبذلك أميرت هو عايز مني كده عيش في الله حلقة النهاردة عايزة تقولك اخلص لله عيش لله وحده دي الحكاية أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش عالو نور بينوره لك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول حديث حل وقوي كان بيفتتح به النبي الصلاة بعد ما يقول الله هو أكبر وقبل ما يقرأ الفتحة اسمع الحديث ده اكتبه عندك ينور لك حياتك وتكبر به حياتك تخلص به عيش لله اخلص لله خلي أنا كل لله وكل ما أملك لله زي صاحبنا دون صاحبنا اتصل بالصحفي وقال له لقيت الدال كملت السين والعين واليه ولقيت الدال أنا بقالي سنة ما عادش حاجة بتشدني أنا لربنا وخدت كل اللي معايا وروحت لربنا اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفتتح في دعاء الصلاة اللهم أنت الملك اكتبه عندك حديث رواه مسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك الخير كله بيديك والشر ليس إليك اسمع الكلمة الأخيرة دي واكتبها أو يحط تحتها خط وأنا بك وإليك بك حياتي بك قوتي بك نعمتي بك رزقي أنا بك وعلشان أنا بك فلازم أكون إليك إليك توجهي إليك إخلاصي إليك عملي إليك حياتي إليك قلبي إليك مماتي ومرجعي أنا لك أنا بك وإليك تعرف تعيش بالحديث دو بالآية دي وتحطهم شعار ليك قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين وأنا بك وإليك حياتي من كلمة بك وإليك طالما حياتي بك فلازم أكون إليك اخلص لله عيش لله ترجمة نانسي قنقر